السؤال الأول وداما نسأل هذا السؤال لماذا يتحمل المسيح خطية آدم؟ آدم أخطأ من ألاف السنين أليس هذا ظلما؟ ولماذا لم يعالجها في وقتها؟ طالما أنه آدم أخطأ ما يعالج الموضوع في الحال شو رأيك وشو ردك على هذا الموضوع؟ في الحقيقة فكرة أن المسيح تألم بسبب خطية آدم مش دقيقة في الحقيقة المسيح تألم بسبب خطاياي أنا وخطاياك أنت وخطايا الملايين من الذين آمانوا به الله بار وعادل وعنده مبدأ وقانون النفس التي تخطئ هي تموت طب أنا عملت خطايا كثيرة وأنت وملايين من المشاهدين أو كل المشاهدين المخلصين يعرفوا أنهم ارتكبوا من الحماقات والخطايا الشيء الكثير مين اللي تحمل ده إذا الرب أراد أن يخلصنا كان لازم يا إحنا نتحمل الخطايا يا إما واحد بديل يتألم بالنيابة عنا وفي الحقيقة المسيح ارتضى اختياراً محدش أكبره هو قال كده لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أيضاً ما قالش أن لا أضعها لكن من روعة الكتاب المقدس أضعها وآخذه أخذه فوضح حياته وأخذ حياته وده نصرة ما بعدها نصرة ولأجل هذا نحن نعظم المسيح الذي انتصر هذه النصرة فمسألة أن المسيح تألم لأجل خطايا خطية آدم مش دقيقة ملهاش سنة كتابي لكن تألم من أجل كثيرين المسيح كل اللي أمنوا بيه كان عليه أن يدفع عقوبة خطاياهم لكي ما يقبلوا عند الله هو الفكرة أنه إحنا كبشر أنه تورثنا الطبيعة الساقطة من آدم وطبعا بحسب الكتاب المقدس وهكذا اجتاز الموت إلى الجميع إذ أخطأ يعني هو ممثل أو رئيس يعني خنقول نسل آدم أو البشرية ده كلام مظبوط في رمية 12 في رمية 15 بيقول كده فإنه كأنما بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم اللي هو آدم وبالخطيئة الموت صحية وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع كلمة أخطأ الجميع ليس أنهم ارتكبوا الخطايا مع أن هذا حدث لكن إذ اعتبروا خطاطا في ممثلهم آدم وفي البعض بيرفض مبدأ التمثيل ما فيش مشكلة مش عايز أن حد يمثلك ما فيش أنت عملت كم خطايا بلاش خطيئة سيبها يا سيدي ما تزعجش نفسك لكن عندك أنت كم خطيئة إذن مسألة إن آدم يمثلنا دي مش جزء من المشكلة ده جزء من الحل لماذا؟ لأن آدم مثلني فاعتبرته خاطئا عندما سقط آدم وهناك شخص آخر آدم الأخير اللي هو الرب يسوع المسيح لما عمل البر ببر واحد يجعل الكثيرون أبرارا فمسألة البدلية والتمثيل دي جزء من الحل اللي مش عايز لهذا الحل برحتك الله حيحسبك على اللي أنت ارتكبته وليس على ما ارتكبه آدم بس أنت ما ارتكبتش قليل إن كنت مخلصا مع نفسك أنت ارتكبت كتير جدا طب تروح فين خطيئك دي هتفضل باقية عليك لأنك رفضت أن المسيح يمثلك كيف يمثلك المسيح؟ لأن آدم أولا مثلك وأورثك الموت عندما المسيح مات أورثك البر وأعطاك الحياة الأبدية ترجمة نانسي قنقر